ولأن الأهلي كيان دايماً بيفضل في قلوبنا وسيظل دائماً النادي الأهلي في قلوبنا وبمناسبة قرع الدوري أبطال إفريقيا ودور المجموعات طبعاً اتعاملت مبارح القرع زي ما حضراتكم عارفين دايماً لما النادي الأهلي بيدخل أي بطولة بيكون هدفه هو التتويج بهذا اللقب ما عندوش احتمالات أو أهداف تانية يعني السنة اللي فاتت تخيلوا حضراتكم أن في آخر 3 سنين النادي الأهلي خد بطولتين ووصل في البطولة الأخيرة إلى نهاء دوري الأبطال ولكن زي ما حضراتكم عارفين القصة والجواب اللي استخبه والكلام ده كله في 3 سنين حضرتك وصلت النهائي 3 مرات وخدت مرتين وخسرت مرة فدايماً الأهلي بيبقى نظره على أنه هو يكسب هذه البطولة لأن احنا متعودين كده من يوم ما بتدخل النادي الأهلي أن هدفك هو هدفك الأول هو البطولة الحقيقة من بعد القرعة لقيت ناس بتقول سانداونز تاني والهلال تاني والقطن الكاميروني كأن الأهلي مثلاً أول مرة يلعب في أفريقي لازم نذكر حضراتكم مش جمهوري الأهلي بالمناسبة عشان بس محدش ياخذني في السكة دي مش جمهوري الأهلي لأنه منبارح للنهار دي اقول لك وووووووو الموضوع بسيط حاجة بسيطة وعارفين لازم ننشط الذاكرة ذاكرة الناس خدوا بالحضراتكم سانداونز واحد من اقوى الفرق واللي دايما يتنافس مع النادي الاهلي على قمة هذه المجموعة القطن الكاميروني احنا 2007 على ما اتذكر او 2008 2008 نهائي دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي والقطن الكاميروني في الكاميرون والنادي الاهلي كسب تعادلنا 2-2 في الكاميرون وكسبنا 2-0 في القاهرة لو تفتكروا وقل جمعة وقل جمعة وفلافيو اللي النهاردة عندنا كلام كتير هنقوله على فلافيو فالحقيقة ونادي الهلال السوداني واحد من اقوى واكبر الفرق وواحد من اعرق اندية افريقيا وبالتالي حضرتك بتتكلم على 3 اندية كبيرة جدا جدا عندهم طموح كبير جدا جدا ان هم ينفسوا الاهلي على الصعود في هذه المجموعة فخدوا بال حضراتكم قبل كده على حساب الثلاث اندية دول تحديدا النادي الاهلي تووجة في بطلا لابطال دوري ابطال افريقيا على الثلاث فرق دول الهلال في 87 ثم سانداونز 2001 والاوتن الكاميروني 2008 يعني التلاث فرق قوية وكبار وكل حاجة ولكن احنا النادي الاهلي يا جماعة النادي الاهلي يلعب بالزمالك يلعب بالهلال يلعب ترجي يلعب شباب بلوزداد بقوا خلاص احنا 16 فريق حيتنافسوا خلال الفترة اللي جاي علشان يطلع منهم تمانية لدور التمانية وبعد كده اربعة لدور الاربعة وبعد كده المباراة النهائية وبالتالي حضرتك بتتكلم فافضل 16 فريق في افريقيا مجموعة صعبة وفيش حاجة اسمها مجموعة اه صعبة وقوية وكل حاجة ولكن هو ده النادي الاهلي وده قدر النادي الاهلي